من أهم المزائل اللي نضافت في هذا التحديث خاصية الاسكان من الكاميرا خاصية الاسكان تساعدك على نسخ أي نص موجود قدامك وما تحتاج أنك تكتبه بيدك مرة ثانية أو تكتبه بتليفونك فقط يكون النص قدامك تسول اسكان من خلال الكاميرا ومثل ما تشوفون تقدر تحدد النص وتسول ترجمة بنفس الوقت وتقدر تنسخ النص سوي سيكت أول تبحث عنه بشكل أكبر إذا كنت محدد كلمة واحدة فقط وتقدر ترجم النص لأكثر من اللغة ومنهم اللغة العربية وتقدر تسول الشير وتنشره في أي تطبيق ثاني وللعلم هالحركة موجودة في الملاحظات مو بشرط الكاميرا سوي تاب تضغط علامة الاسكان موجودة وتحدد النص يجيب لك النص كامل إذا تاب النص سوي لانسيرت بيثبت عندك في الملاحظات بهذه الطريقة كل النص المكتوب قدامنا موجودة هنا أكيد خاطركم تجرب على اللغة العربية استو اسكان وللأسف أن الاسكان فقط على اللغة الإنجليزية مثل ما تشوفون لو مسوي اسكان على اللغة الإنجليزية أوكي يجيبها اللغة العربية مو يجيبها ترى ما بشرط من مواقع تقدر من الصور الموجودة عندك في الاستيديو تقدر مثلا لو في أرقام قدامك لو في قدامك مثلا الرقم تبلي سوي لسكان على لوحة محالة على كارت على أي شيء معين تقدر تسوي لسكان بهذه الطريقة وتتصل بشكل ديركت على الرقم بهذه الطريقة تحدد النص سوي لسكان ضغطه تتصل أو تطرش لمسج أو أي شيء تبتسوي هذه الخيارات كلها موجودة عندك